بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تكلمت في دروس ماضية عن النكاح وعن بعض أحكامه تعريف في النكاح أركان النكاح شروط النكاح الشروط في النكاح أمور كثيرة من الأحكام والتشريعات والآداب التي جعلها الله جل وعلا لهذا العقد وقلت في أكثر من لقاء إن الإسلام اهتم اهتماما كبيرا بعقد النكاح وأولاه غناية فائقة وما ذلك إلا لأجل أن يحقق النكاح المقاصد التي من أجلها شريع والأهداف التي من أجلها أيضا شريع للنكاح مقاصد كثيرة وأهداف كثيرة سامية ونبيلة ذكره العلماء رحمهم الله في ثناء كتبهم ومنهم من أفردها بمؤلفات مستقلة ونحن في هذا اللقاء إن شاء الله سنتكلم عن بعض تلك المقاصد والأهداف فأقول مستغينا بالله جل وعلا إن من أهم الأهداف النكاح توجيه الغرائز بطريقة تتناسب مع كرامة الإنسان وقلنا منذ أن بدأنا في هذا المقرر أن الله جل وعلا كرم بني آدم وفضلهم على جميع خلقه وهذا التكريم وهذا التفضيل يفرض على الإنسان التعامل مع الغرائز بطريقة تتناسب مع هذه المكانة وترفعه من درجة البهيمية والحيوانية الإسلام لم يمانع من استجابة الفرد لنداء الغريز الجنسية ولكن عن طريق الزواج الشرعي وبصورة لا تؤدي إلى الحط من قيمة الإنسان وبهذا الأمر تفوقت المجتمعات الإسلامية على غيرها من المجتمعات بالمحافظة على كرامة الإنسان ومكانته في هذا الحياة أو في هذه الحياة لأن المجتمعات غير الإسلامية استجابت لنداء الغريز لكنها استجابة بهيمية أو أدنى من البهيمية وصدق الله جل وعلا حيث يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام المجتمعات غير الإسلامية تطالب بفتح الباب أمام الشباب والرجال والنساء والفتيات بممارسة الجنس دون رقيب ودون محاسبة ودون متابعة ودون أن يكون لأحد حق التدخل في هذه الخصوصية بل إنها تنادي بأن يكون من حق المرأة أن تمارس علاقتها الجنسية مع من تريد رجلا كان أو امرأة وفي هذا الأسلوب في تلبية نداء الغريزة الذي اتبعته وتنادي به تلك المجتمعات الكافرة كان له نتائج وخيمة أدى إلى نتائج تقشعر لها الأبدان وتشيب لهولها الولدان قلق نفسي انحراف خلقي أو بأمخيفة حتى أصبحت هذه الأمور سمة من سمات تلك المجتمعات الغربية نسأل الله العافية والسلامة المقصد الثاني من مقاصد النكاح هو تحقيق السكن النفسي والروحي ففي الزواج يجد كل من الزوجين في ظل صاحبه سكن النفس وسعادة القلب وراحة الضمير وهذا تحقيق لقول الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أيضا من الحكم صيانة أفراد المجتمع من الانحراف فالزواج ساعد على حماية المجتمع من الانحراف ومن الوقوع في الرذيلة لأنه هو الوسيلة الوحيدة لتكوين الأسرة والأسرة هي التي تحمي أفرادها بإذن الله تعالى بالتربية السليمة والرقابة والمتابعة الدائمة لجميع أفراد الأسرة أيضا من الحكم ومن المقاصد صيانة المجتمع من الأمراض الفتاكة وهي أمراض وأدواء وعلل تنتشر بانتشار الزنا والشيوع الفاحشة نسأل الله العافية والسلامة وها هي المجتمعات المنحلة تعاني من ويلاتها ما تعاني بسبب انفلات الناس فيها من رباط الزواج الشرعي واتجاههم إلى أصناف الاتصال الحرام والمشبوه أيضا من الحكم السامية في الزواج أنه يساعد الفرد المسلم على غض بصره وحفظ فرجه فالزواج وسيلة عظيمة من الوسائل التي تحقق التوجيه الإلهي الكريم لعباد الله جل وعلا بوجوب غض البصر وحفظ الفرج المتمثل في قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر العظيم للزواج في صيانة البصر والفرج بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ففي غض البصر سلامة المجتمع من الانحلال والتفسخ وإغلاق للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية أيضا من المقاصد المحافظة على النسل البشري فمن المعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته ولإستمرار هذه العبادة لابد من استمرار النسل بالطريقة المشروعة وعدم انقطاعه وبهذا تمتد الحياة إلى آخر مسارها ويكتب للنسل البشري البقاء فيعمر الكون ويقوم الإنسان بدوره في خلافة الأرض من الحكم والمقاصد المحافظة على الأنساب وعدم اختلاطها فبالزواج الشرعي يعرف الابن أباه ويشعر باعتبار ذاته ويجعله يحس بالكرامة الإنسانية لأنه فرع عن أصله ولولا هذا التنظيم الرباني لجموع البشرية لتحولت المجتمعات إلى أخلاط وأنواع لا تعرف رابطة ولا يضمها كيان ولغد الناس كالبهائم يهيمون في كل واد من المقاصد أيضا العناية بتربية النشئ فالإنسان في مرحلة الطفولة في حاجة ماسة إلى التوجيه السليم ليستقيم سلوكه وأخلاقه ويحيى حياة سليمة سوية ولا يمكن هذا إلا عن طريق الأسرة التي قوامها الزوج والزوجة فتبدو أهمية قيام الأم والأب بهذه المهمة مباشرة دون الاعتماد على غيرهما في العناية بتنشئة وتربية أيضا الأولاد من الحكم تحقيق الستر للرجل وللمرأة أيضا وهذا الغرض واضح من قول الله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم فالزوج ستر لزوجته وهي ستر له أيضا كما يستر اللباس صاحبة ستر جسدي ونفسي وروحي وليس من أحد أستر لأحد من الزوجين المتعالفين يحرص كل منهما على صاحبه على عرضه وماله ونفسه وأسراره من الحكم أيضا ولعلها الحكمة الأخيرة التي سأذكرها هنا تحقيق الاستخلاف في الأرض بإعمارها واستثمار خياراتها وهو أمر لا يتحقق إلا بوجود البشرية على سطح هذه المعمورة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين